بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا ينظرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح ونحساب من بعدهم وهمت كل أمتهم برسولهم ليافذوه وجادلوا بالباصل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا 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 وزعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيل كوقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعتبهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذلياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم وأنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمدتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فغلنا خوج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرت وإن يشرح به تؤمن فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله فادعوا الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كيها الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمه على من يشاء من عباده لينذل يوم التلاق يوم هم بارزون يوم هم بارزون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم ومن الله الواحد القرار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم نازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وأنذرهم يوم نازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا ظموا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذلوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد رسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وغامان وقارون فقالوا فقالوا ساحب كذاب فلما جاءهم بالحق من عيادنا قالوا اقتلوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معهم واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد ترجمة نانسي قنقر موسى ترجمة نانسي قنقر